مع توسع انتشار فيروس كورونا في معظم المدن اليمنية وفي ظل أوضاع صعبة يعيشها المواطن الذي بات يعيش حالة من الترقب التي لا تخلو من الفزع خوفا من انتقال الفيروس إليهم ما دفع بالكثيرين إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ بعض وسائل الوقاية من مطاهرات وأنواع الكحولات وغيرها الأمر الذي أدى إلى زيادة مبيعاتها بشكل غير مسبوك وأختفت معظمها من الأسواق الإقبال الشديد على العلاجة طبعا هي الأكثر حاجة المسكنات اللي هي الآمنة الفيتامين سي، الفيتامين دا، الزينك فهذه إقبال شديد عليها وكل الناس أيضا بيشتكي أكثر الناس يعني مشكل الناس غالبا سبعين في المئة من الناس اللي جاءوا للصيدليات وكذا، يشتكوا أيضا من أعراض اللي هي مشابهة لأعراض كورونا وما نقول لها أعراض كورونا اللي هي فقدان حاسة الشم اللام الصقيق فإحنا نعاني أكثر حاجة نقص نقص الكمية الأدوية اللي هي فيه مثلا فيتامين سي أكثر حاجة المسكنات البندولات اللي هي الخارجية اللي هم يقولونها الأصلي يعني قبل فيروس كورونا كان الفوار الفيتامين سي هذا موجود في كل مكان والقلافز والكمامات كانت متوفرة في كل مكان الآن مع دخول فيروس كورونا أصبح فيه احتكار نوعا ما من التجار يعني الكمامة هذه أذكر كانت بعشرين ريال الآن أصبحت بمائتين وخمسين ريال الكمامة الوحدة واستخدامها أنت عارفة خمس ساعات في اليوم وبالنسبة للفوار أصبح الفيتامين فوار أصبح الآن معدوم تعمدا يمكن عشان إيش يبيعوا أكثر فيتامين سي من خمسمية إلى ألف وسبعمية أش واحد أقدر يجيبه المضادة الحيوي نفس الخبر كان نشترم من ألف ومائتين ذا حين مضاعف أحين معد القيش الجوانتي لا جوانتيات لا معقمات لا كمامات كمامات البسيهات تطفحين من فوق يعني الضرنة تبعديها مشي ضبية كيف يعني نشتيون في عالواقع كيف نشتيون في عمل حماية وما هبش نحن معانا إمكانيات اختفاء بعض المطهرات والكحول وأصناف أخرى من الأسواق ضاعفت من أسعارها وزادت من معاناة المواطن خاصة ممن كانوا يستخدمونها في صناعات أخرى كصناعة العطور وغيرها واختفائها بشكل ملحوظ من الصيدليات ومخازن بيع الأدوية بالنسبة للمعاقمات والسورت بشكل خاص هو بالنسبة من قبل كان معدوم حاجة بسيط واستخداماته طبعا هو كثير موش استخدامة للمعاقمات فقط هو يستخدم للمستشفيات كذلك يستخدم في العطور يستخدم في أكثر من أكثر من استخدام اليوم لما يعني مع هذه الأزمة أزمة كورونا أصبح الآن معدوم يعني بشكل فضيح أو بالأحراء أنه اختفي من السوق تماما اليوم يعني كنا من قبل نأخذ البرميل الواحد ما يقارب يعني كان يطلع ب 750 أو 600 دولار اليوم يطلع ما نحصلهش بألفين دولار موش موجودة صنب السوق الآن مع استخدامهم للكحول كعبارة عن اللي هم عاقمات إحنا أيضا بدأنا نعاني لأنه كانت كان البرميل يكلف علينا حوالي 158 ألف ريال يمني الآن البرميل يكلف علينا ألفين دولار فأصبحنا نعاني وأيضا إنه مشكلات الاختفاء من السوق صار احتكار للمادة زيادة الطلب في البحث عن المطاهرات بأنواعها مستخدمين الكثير من آلات الرشة الزراعية كمعاقمات للأسطح وأمام المحلات التجارية هي الأخرى زاد من أسعار تلك الأدوات المستخدمة لدى المزارعين في الرش وبدأ المزارع اليمني يعاني في هذا الجانب الوقاية خير من العلاج وهي دعوة منا للاحتراز واتخاذ الإجراءات لمنع انتشار وتفشي الفيروس لكن في المقابل يجب علينا أن لا نبالغ في الشراء أو الاحتكار ما قد يؤدي إلى اختفاء أو ارتفاع في بعض المنتجات